السلام عليكم نبدأ الآن بالتست رقم 56 من الوحدة الثانية وحدة الأشكال في مادة IQ من هاجم تروبول كتاب الثاني هنا نلاحظ أنه لدي الوجه العلوي هنا هو عبارة عن وجه الفارغ الذي لا يحوي على أي رمز أو تخطيط وبالتالي الأربع وجه ظاهرة لدي وبالتالي حكماً الوجه السادس هنا سوف يكون باللون الأسود يعني إذا كان لون السطح هنا أبيض وبالتالي الأسفل يكون أسود إذن هنا تقابل بين اللون الأبيض والأسود نلاحظ فيه بتجاور وهذا إجابة خاطئة وفي إي لدي تجاور وهي إجابة خاطئة الآن إذا كان هنا لون الأسود هنا في الخلف سوف يكون لديه لون الأبيض عند إدارة هذا الشكل بزاوية قدرها مثلاً 90 درجة سوف يظهر هنا لديه رمز المعين داخل الوجه وهنا سوف يظهر لديه اللون الأبيض لكن في الأعلى سوف يكون لديه الوجه الرمادي ولن يكون لديه الوجه المخطوط وبالتالي آه إجابة خاطئة الآن مثلاً في جي لما كانت هنا الوجه الأسود يقابل هنا تماماً هو اللون الأبيض وبالتالي عندما أقوم بإدارة هذا الشكل إدارته الآن مثلاً هنا اللون الأبيض أو أجعل اللون الأبيض في الأعلى والمخطط هنا سوف يظهر في هذا الطرف سوف يظهر في هذا الطرف اللون الرمادي هنا ولن يظهر التخطيط يعني أنا سوف أعمل على هذا الشكل بالضبط إذا كان هنا هذا اللون الأبيض سوف أقوم بوضعه في السقف وبالتالي يقابل هنا اللون المخطط بالخطوط المائلة هنا سوف يظهر لديه المضلل وليس المربع الذي يحوي أقطار وبالتالي أيضاً جاء إجابة خاطئة والجواب هو D في السؤال الثاني هنا نلاحظ أنه إذا قمت بتدوير هذا الشكل ووضع النقطة نحو الأمام والوجه المفرغ يبقى في الأعلى يعني عندما أقوم بلف هذا الشكل الخطوط المنقطة سوف تظهر إلى يسار ولا تظهر إلى اليمين وبالتالي A إجابة خاطئة في B بنفس الإسلوب تماماً عندما أقوم بتدوير هذا الشكل أضع النقطة نحو الأمام والوجه المفرغ إلى اليمين في الأعلى سوف يظهر سوف يظهر الوجه الأمامي يعني هنا بهذا الشكل وبالتالي لا يظهر الوجه المضلل وبالتالي بإجابة خاطئة بنفس الإسلوب هنا أسود أسود وجه يحوي على خطين متعامدين وجه يحوي على خطين متعامدين هنا سوف يكون الوجه أبيض وليس وجه المنقطة وبالتالي يجي إجابة خاطئة الآن في D عندما أقوم بفتل هذا الشكل عندما أوضع أنا المخطط أو الوجه الذي يحوي على عمودين متقاطعين في الأمام والوجه المضلل في الأعلى على اليمين سوف يظهر الوجه المنقطة وليس الوجه المخطط هنا سوف يظهر الوجه المنقطة نتخيل الشكل مثلا هنا نقلبه نحو الأمام ثم نقوم بتدويره يعني هنا سوف يظهر الوجه المنقطة وليس الوجه المخطط لإجابة خاطئة والإجابة هي إيه في السؤال الثالث هنا بين الوضع واحد ولا اثنين عندما أقوم بتدوير الشكل بهذا الاتجاه سوف يظهر هنا شكل المثلث هنا شكل المثلث المربع المنقوض سوف يصبح لليمين وفي الخلف سوف يظهر شكل المربع الذي يحوي على عمودين متقاطعين الآن نبدأ باختيار الإجابات هنا بين المثلث والمربع ذو العمودين المتقاطعين لا يوجد تجاور هنا يوجد تجاور وبالتالي آ إجابة خاطئة الآن في B B يعني شكل ممكن أن يكون صحيحا هنا عندما أقوم بفتل هذا الشكل باتجاه الخارج يعني أقوم بفتله بهذا الوضعية نحو الخارج سوف تظهر إلى اليمين الشكل الذي يحوي على مربع في داخل النقطة وسوف يظهر في الشكل الأمامي المربع والمستطيل ذو الأقطار يعني A يمكن أن تكون إجابة صحيحة الآن في G نتابع مثلا في G عندما أقوم بوضع الوجه ذو النقطة نحو الأمام والوجه ذو العمودين المتقاطعين المربع هنا في الأعلى سوف يظهر المربع والمستطيل ذو الأقطار ولا يظهر المثلث المضلل وبالتالي G إجابة خاطئة الآن في B بنفس الأسلوب السابق بين المثلث والمربع ذو الأقطار المتعامدة لا يوجد تجاور هنا أتى تجاور وبالتالي D إجابة خاطئة الآن في E في E عندما أقوم باختيار هذا الشكل وضع المثلث الأقطار المربع ذو الأقطار وفي اليمين المربع ذو النقطة في الأمام سوف يظهر لديه هنا حسب هذا الشكل سوف يظهر لديه المثلث المفرغ وبالتالي هنا E لا يمكن أن تكون إجابة والجواب هو به في السؤال الرابع هنا نلاحظ أنه إذا قمت بقلب الشكل الأول باتجاه اليمين سوف تصبح Q في الأسفل وسوف يظهر في السطح M بحيث تصبح K إلى اليمين وP تبقى دائما في الأمام وبالتالي ببساطة الذي يقابل M هو الحرف Q بهذا الشكل وبالتالي هنا في هذا الطرف الذي يقابل M هو Q الآن نبدأ باختيار إجابات هنا هذا الشكل إذا قمت بعملية فتلو في الأعلى Q وعلى اليمين K وفي الأمام لا يمكن الحكم عليه أنه إجابة خاطئة لكن يمكن الحكم هنا في الإجابة B أنها إجابة خاطئة عندما نضع هنا Q في الأعلى وK في الأمام سوف يظهر هنا على اليمين الحرف B وفقا للشكل الأول وليس الحرف N وبالتالي B لا يمكن أن تكون إجابة الآن هنا مثلا في E بنفس الإسلوب تماما هنا K في السطح K في السطح Q على اليمين Q على الأمين إلى الأمام سوف يظهر B وليس L وبالتالي أيضا D إجابة خاطئة الآن هنا اتفقنا منذ قليل أن الـ Q والM بينهما تقابل هنا أتيا متجاورين وبالتالي يجي إجابة خاطئة الآن هنا عندما أقوم بوضع Q إلى اليمين وB إلى الأمام سوف يكون في السطح K وليس N وبالتالي إجابة خاطئة والجواب هو A في السؤال الخامس نلاحظ هنا عندما أقوم بفتل هذا الشكل هنا بحيث يصبح الوجه الذي يحوي على مثلث مضلل في اليمين سوف يتظهر لدي الإشارة المربع المفرغ وبالتالي هنا المربع المضلل سوف يصبح بالخلف وبالتالي هناك تقابل بين المربع الأبيض والمربع الأسود الوجه الذي يحوي على مربع أبيض والوجه الذي يحتوي على مربع أسود الآن نبدأ باختيار الإجابات الآن في E أو أفن في A نلاحظ أنه إذا وضعت الوجه الفارغ في الأعلى وفي الأمام الوجه الذي يحوي على مربع مفرغ إلى اليمين سوف يظهر لدي الوجه الذي يحوي على مثلث مضلل هنا ظهر لدي الوجه ذو الأقطار وبالتالي أهو إجابة خاطئة الآن في B عندما أقوم بقلب هذا الوجه مثلا هنا سوف أقوم بقلب هذا الوجه بهذا الشكل بحيث يصبح الوجه المفرغ إلى اليسار ثم أقوم بفتلة حتى أضعه في الأمام هنا على اليمين سوف يظهر لدي الوجه الذي يحوي على مثلث مضل لكن في الأعلى سوف أحصل على هنا الوجه الذي يحوي على ضدليل هنا الوجه الذي يحوي على مربع مضلل وليس الوجه ذو الخط وبالتالي أيضا بإجابة خاطئة الآن في G جي بسيط الموضوع هنا السطح ذو الأقطار هنا السطح الذي يحوي على خط عمودي وبالتالي هنا يجب أن يظهر لدي الوجه الذي يحوي على مربع أسود هنا يظهر لدي الوجه الذي يحوي على مثلث أسود وبالتالي جي إجابة خاطئة في E أيضا E بسيطة عندما أقوم بمثلا في إي عندما أختار الشكل هنا الآن أقوم برفع هذا الشكل نحو الأعلى وأقوم بفتله بهذا الشكل سوف يظهر في الأمام الوجه المفرغ ولن يظهر لدي الوجه ذو العمود وبالتالي هنا أيضا إيجابة خاطئة والجواب هو دي يعني هنا عندما أقوم بفتله بحيث أضع الوجه الذي يحوي على مربع مضلل في الأعلى هنا وأقوم بفتل هذا الشكل إلى الأمام سوف يظهر لدي هنا الخط ذو العمود أو يمكننا من هذا الشكل هنا عندما أقوم برفع هذا الشكل نحو الأعلى يعني قلب الشكل نحو الأعلى يصبح في السقف الوجه الذي يحوي على مربع أسود هنا عندما أقوم بفتله باتجاه اليسار أحصل هنا على الوجه الذي يحوي على قطرين وليس الوجه الذي يحوي على نصف مثلث وبالتالي الإجابة هي D في السؤال السادس هنا لديه حالات مختلفة للمكعب هنا نلاحظ مثلا في A دائما الوجه الذي يحوي على تضغيل مستطيل في منتصفه يوازي الوجه المفرغ هنا أتى معامد للوجه المفرغ وبالتالي إجابة خاطئة الآن مثلا في J نلاحظ أنه أو في B في B نلاحظ أنه هنا الوجه الذي يحوي على تضليل في أحد طرفيه يبعد مسافة عن الوجه الذي يحوي أو التضليل في الوجه الجانبي الذي يحوي على خطر مضلل سميك هنا وبالتالي هنا يوجد تفريغ يوجد فراغ لا يوجد اتصال بينهما يعني على هذا الأساس يجب أن يكون هنا الوجه الذي يحوي على مستطيل في حط طرفيه في الخلف وليس في الأمام هنا بينهما اتصال وبالتالي بإجابة خاطئة الآن في D نلاحظ أنه هنا هذا الخط أو الوجه الذي يحوي على مستطيل في منتصفه يوجد فراغ بينه وبين المثلث بينه ووجه المثلث يعني يرتبط يكون أقرب إلى الوتر من الضلعين القائمتين هنا بعيد كليا عن الوتر يعني هنا لا يمكن أن تكون D إجابة الآن E بنفس الأسلوب تماما بنفس الأسلوب E إذا قمت الآن بوضع هذا الوجه في الأعلى الوجه الذي يحوي على مثلث أسود في الأعلى الوجه الذي لا يحوي على شيء يعني المفرغ في الأمام هنا سوف أحصل على الوجه الذي يحوي على مستطيل في منتصفه وليس في أحد طرفي وبالتالي أيضا إيجابة خاطئة والجواب هو G إذن في السؤال السابع هنا نلاحظ أنه مثلا نبدأ باختيار الإجابات فورا طبعا هنا الشكل يحوي على أدة إشارات عند إغلاق هذا الشكل ما هو الترتيب الصحيح لهذه الإشارات ببساطة هنا عندما أقوم الآن بإغلاق هذا الشكل الآن هنا الوجه الذي يحوي على تضليل إلى اليمين سوف أقوم بفتل هذا الشكل بمقدار 90 درجة هنا سوف أحصل في الأعلى على الوجه الذي يحوي على مثلث أسود في الأسفل الوجه المفرغ هنا على اليسار بدل أن أحصل على خطوط أفقية كما في الشكل هنا سوف تقلب هذه الخطوط تصبح مودية وبالتالي أ إجابة خاطئة الآن في بي بسيطة الوضع في بي لماذا؟ هنا نلاحظ أنه بين النقطة والوجه الذي يحوي على مستطيل في أحد طرفي يوجد تقابل هنا أتيام تجاورا وبالتالي بإجابة خاطئة الآن هنا عندما أقوم بإغلاق هذا الشكل الآن يعني عندما أقوم بإغلاقه هنا على اليمين سوف تأتي لدي النقطة على اليسار سوف يأتي لدي إشارة الوجه الذي يحوي على مستطيل يعني الآن إذا قمت بفتل الشكل حتى عند فتل الشكل لن يتحقق الإجابة يعني الآن مثلا عندما أقوم بفتل الشكل لأنه شكل عمودي الآن أقوم بفتله أحاوله إلى شكل أفقي هنا بالتحويل يعني لن يحدث أو أقول بشكل أبسط يوجد بين المربع والوجه الذي يحوي على مثلث أسود تقابل هنا عندما أقوم بتطبيقهما سوف أحصل على تجاور يعني هنا سوف يعود إلى الخلف وبالتالي لا يمكن أن تكون إجابة صحيحة الآن مثلا إي لا يمكن أن تكون إي إجابة صحيحة لماذا عندما أقوم بفتل الشكل هنا باتجاه اليسار الخطوط هنا سوف تصبح أفقية أو أقوم بفتله باتجاه اليمين هنا في الأعلى المثلث سوف يكون مقلوب والخطوط بذل أن تكون أفقية سوف تكون عمودي وبالتالي إي حكما إجابة خاطئ والجواب هو دي في السؤال الثامن هنا نلاحظ أنه مثلا عند البدء باختيار الإجابات هنا يوجد تقابل بين الوجه الذي يحوي على مثلث والوجه الذي يحوي على مثلث في زاويته هنا فعلا يوجد تقابل يوجد تقابل بين الواجهة المخططة والواجهة الفارغة أيضا صحيح تقابل وبالتالي أ يمكن أن تكون إجابة نتابع الآن باختيار الإجابات هنا يوجد تقابل هنا أتيا في حال التجاور خاطئة هنا أيضا أتيا في حال التجاور خاطئة هنا أيضا أتيا في حال التجاور وهما خاطئتين الآن هنا أيضا عندما أقوم بإغلاق الشكل يعني سوف يكون في تجاور بين الوجهين الذي يحوي على مثلثين أو ببساطة هنا النقطة والمربع هما في حال التقابل وهنا أتيا متجاورين وبالتالي إجابة خاطئة والجواب هو A في السؤال التاسع نلاحظ هنا عند اختيار الإجابة هناك حال التقابل فعلا بين الQ وN وهذا صحيح بينما هناك أيضا تقابل بين الP والL هنا عندما أقوم بتطبيق الشكل الL سوف يتجاور مع الP وبالتالي A إجابة خاطئة الآن هنا نلاحظ أنه الكي واللام والم الP والO والن الآن الN مع الQ هنا في حالة وفق الفرص في حالة تقابل ولا يمكن أن يأتيها متجاورين وبالتالي B أيضا إجابة خاطئة أيضا هنا نلاحظ أن الQ وN في حالة تقابل والL والB في حالة تقابل لكن هنا الكي والم أيضا في حالة تقابل يعني هنا عندما أقوم بتطبيق الشكل الL سوف يتقابل مع الP صحيح الN سوف يتقابل مع الQ صحيح الM سوف يتقابل مع الK وهذا صحيح وبالتالي G هي الإجابة الآن دي إجابة خاطئة لماذا؟ لأن هنا لدي بين الM لا تتقابل مع الN الM تتجاور مع الN مجاورة له وليس مقابل له وبالتالي دي إجابة خاطئة أيضا في إجابة خاطئة لأن الL والN ليس متقابلين بالمتجاورين وكذلك الأمر الP والM ليس متقابلين بالمتجاورين وفقا للفرض وبالتالي إجابة خاطئة والجواب هو J في السؤال العاشر والأخير في هذا التست نلاحظ هنا لدي تقابل بين ال2 وال6 وهذا صحيح هنا لدي تقابل بين ال1 وال3 بينما هنا التقابل يحدث بين ال4 وال3 بينما ال1 وال3 متجاورين وبالتالي A لا يمكن أن تكون إجابة الآن في B هناك فعلا تقابل بين ال2 وال6 ولكن هناك بين الثلاثة والأربعة هنا حالة تقابل معطاه وهما بالحقيقة يجب أن يكون في حالة تجاور الثلاثة والأربعة متجاورين وبالتالي بإجابة خاطئة الآن في G هناك تقابل بين ال2 وال6 صحيح لكن بين الثلاثة والخمسة يوجد تجاور وفق الفرض هنا أتياه متقابلين وبالتالي A لا يوجد إجابة خاطئة الآن في D فعلا هناك تقابل بين ال2 وال6 بين ال2 وال6 وبين الأربعة والخمسة هذا صحيح وبين الواحد والاثنان يوجد تجاور وبالتالي D يمكن أن تكون إجابة الآن هنا بين الواحد وال6 يوجد تجاور هنا أتياه في حالة تقابل وبالتالي E لا يمكن أن تكون إجابة هنا بينما الثلاثة والأربعة أتياه متقابلين وهما في الحقيقة متجاورين وبالتالي الجواب هو D عند تطبيق الشكل سوف أحصل على تقابل بين ال2 وال6 وفق الفرض صحيح تقابل بين الواحد والثلاثة وفق الفرض صحيح تقابل بين الأربعة والخمسة وفق الفرض صحيح وبالتالي إجابة هي أتيه وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر